اسمع يرمي بي كيسي يقطع يرمي بي كيسي على أبرياء تداعى جدار الصمت حتى سقط وخرج الشباب من خلف أسوار الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفدة غضبا على خمسة عشر عاما مثلت أسوأ حكبة في تاريخ العراق الحديث بدأت المظاهرات في البصرة ثم انتقلت إلى ذيقار والقادسية وانضمت لها أخرى في المثنى والنجف ظن المسؤولون أنها صيحة متعب سرعان ما تخفت لكن حناجر المتظاهرين إلى الآن على الأقل عالية النبرة بل آخذة بالارتفاع تواصلت الاحتجاجات بعدة مدن في الجنوب تطالب بشيء من حقوق الشعب كالكهرباء في صيف العراق اللاهب وتوفير ماء الشرب الذي صار أشبه بالمعدوم في بلاد الرافدين إضافة إلى مشكلة البطالة المتفشية وغياب فرص الأمل في خضم استحواذ حيتان السياسة والفساد على مقدرات البلاد من جانبها لم تدخر الحكومة جهدا باتهام المتظاهرين بالذرائع المألوفة كشماعة حزب البعث أو العناصر المندسة كما لم ينسى حيدر العبادي تبرئة ساحته بالقول إن توقف خط كهرباء إيران أسهم في تزايد الغضب الشعبي محذرا كعادته من الوقوف بوجه أجهزته الأمنية لكنه لم يجد من يحاسبه أو سابقيه عن ضياع أربعين مليار دولار على قطاع الكهرباء دون تحسن يذكر يقول المتظاهرون بأن الحياة بدرجة حرارة تتجاوز الخمسين من دون كهرباء هي أقرب للموت فكان خيار التغيير السلمي هو المتبع وهذا ما دفع بعض مجالس المحافظات لاتخاذ قرارات بخصوص الكهرباء أبطلتها الوزارة كما حدث في واسط ضمن حالة فوضى صلاحيات عارمة وصراع أحزاب متنفذة يدفع العراقيون ضريبته وإن كان العراق قد شهد حراكا مماثلا في السابق نجحت الحكومات المتعاقبة بوأده لكن اللافت في حراك اليوم أن رقعة المظاهرات تقع ضمن مناطق تروج لها الحكومة بأنها قاعدتها الشعبية فهل ستنطفئ الشرارة بالقمع أو الوعود أم أنها اشتعلت وربما تصل نارها كراسي حكام الخضراء اللحقوني اللعباتي كنت تقرير مصر